على خلفية احتدام المعارك في التراب الليبي يشهد معبر ذهب وزن حركية كبيرة نتيجة تزايد عدد الوافدين إلى التراب التونسي الفرين من جحيم الحرب التي تشنها حكومة الوفاق الوطني على ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية ارتفاع عدد الوافدين رافقه حملات أمنية كبيرة وإجراءات مشددة شملت التثبت في الهويات وتفتيش السيارات وفي بعض الحالات يتم انزال ركاب السيارة في صورة وجود شبهة تحم حولهم الأجهزة الحديثة سهلت مهمة الوحدات الأمنية وجعلت عملهم أكثر فاعلية الظروف صعبانة متى دارونك الدخول بالثلاثين دينار صعبانة توقي سمعنا نحوه ولا يفرحنا برشا المعاملات الأمنية معاملات جيدة يعني إلى حد ما جيدة طبعا الأخطاء وبعض الأمور يعني تحدث جلما لا يخطي يعني والله المعاملة في تونس بالدات الفترة الأخيرة الشهرين الأخيرات هدم يعني مشيت وجيت على تونس هل با نشوفها يعني للأفضل للأفضل يعني كويسة بالدات من ناحية السلطات التونسية يعني بالتوازي مع ذلك ورغم صعوبة العمل الميداني تنتصب عدة مراكز أمنية وعسكرية أخرى لحماية الحدود الجنوبية والغربية من نزيف التهريب وتسلل الإرهابيين من التراب الليبي والجزائري هذه النقاط المنتشرة على طول الشريط الحدودي تشتغل بالتنسيق فيما بينه وبالتنسيق مع الوحدات الأمنية الليبية والجزائرية ما مكن من كشف شبكة لتهريب الأدوية والقبض على بعض الارهابيين حاولوا التوجه نحو سوريا تم حجز عملة أجنبية أصلها صحيح كانت بغرض التزوير وتمت إحالتها من طرف الوحدات الديوانية على الوحدات الحرس الوطني والتنسيق متواصل مع جميع الوحدات الأمنية والديوانية والعسكرية لمصلحة الأمن العام لمصلحة أمن توليس وللتوقي من المظاهر الإرهابية والتهريب ارتفع نسق الوفدين إلى تراب التونسي عبر معبر الذهيب وازن إلى ما يقارب 2500 عابر نتيجة احتدام المعارك في الجانب الليبي وقرار إلغاء الأتاوى